أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصائد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة وعددين من المسؤولين الأمريكيين وصرح متحدث رئاسة بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي أكد أهمية وقوة تحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة خاصة في دوء الدور المصري الهام بقيادة الرئيس السيسي في منطقة الشرق الأوسط وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية حيث شدد الرئيس السيسي على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعا جديدا ويفتح آفاقا واسعة لبناء السلام في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة إلى جانب دورها الأساسي في التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة كما تم التطرق كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية حيث أكد رئيس السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية كما أكد رئيس السيسي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة